لا تغيبوا مشاهد هذه الأسواق في شهر رمضان عن الساحات والشوارع الرئيسية بالعاصمة الجزائر وبقية المدن أسواق الرحمة ملاذ المواطنين هربا من ارتفاع الأسعار في باقي الفضاءات التجارية رغم أنها لا تتوفر على كل السلاعة الأسواق هنا في أسواق الرحمة تقدر تقول فيها وعليها تسمى كائن حوية جملة الحق تعالى الله فهمت إنسان ما يكذبش فهمت كائن الخارج كائن ديبري ناقسين على برة على ما بارابور دي مارشي واحد اخرى وتعد أسواق الرحمة من بين الإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة مع حلول شهر رمضان من كل سنة وتهدف من خلالها إلى توفير مختلف المواد الاستهلاكية المنتجة محليا بكمية كبيرة وبأسعار تنافسية لمواجهة ارتفاع الأسعار وكبح المضاربة التي تشهدها مختلف الأسواق في شهر الصيام من كل عام الهدف منها هو تقريب المنتجات للمستهلكين بأسعار تنافسية وأسعار معقولة يعني هنا يرى متواجدين المصنعين والتجار الجملة هكذا نقتصدوا التكاليف ويتكون السعر اللي يشير به المستهلك سعر ناقص بالنسبة لمحلات تجزئة وقد أدى ارتفاع الأسعار وما تعرفه الأسواق الجزائرية من مضاربة واضطرابات إلى خوف المواطنين الذين يعيشون على وقع ندرة لبعض المواد وهي تداعيات استبقتها وزارة التجارة بإجراءات قد تحد ولو جزئيا مما تسميها ممارسات التجارة لحظة للأسف بعض التجار أو بعض المتأمنين لا زالوا يلجأون إلى تخزين غير شرع المنتجات المضاربة المستقرية بالمواد المدعمة يعني الزيت السميد الفارينة ولهذا تأخذ كل الإجراءات والميدان الأعوان تعنا رام يعملوا بكل أرياحية مع الجهات الأمنية في رضع كل المخالفات ويخشى الخبراء والمختصون من آثار الغلاء المدمر على القدرة الشرائية فيما تبقى هذه الأسواق إجراء ضرفيا ينتهي بنهاية شهر رمضان قد تخفف هذه الأسواق من وقع تراجع القدرة الشرائية للجزائريين في رمضان إلى أن الكثيرين ينظرون إلى ما بعد هذا الشهر وكيف سيواجه محددو الدخل غلاء الأسعار نريمان قداشة الحراح الجزائر